بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة الماضية تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالصاعقة بالصيحة أهلك القوم الكافرون ولم يبقى إلا صالح والذين آمنوا عاشوا في الأرض زمنا والإيمان والتوحيد منتشر حتى بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى وجاءت الشياطين واجتالت الناس عن دينها فبدأ الشرك يظهر في بلاد بابل وبدأ الناس يعظمون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل وعبدت الأصنام والأوثان حتى الكواكب عبدت من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل نبياً وهذا النبي نبي أحبه الرب عز وجل واتخذه الله عز وجل خليلاً من هذا النبي؟ إنه إبراهيم الخليل هذا الشاب الذي ولد في بابل وترعرع فيها ورأى الناس يعبدون الأصنام ما رضي بعبادتها وما رضي بأحوال الناس الله عز وجل ألهم هذا الفتى التوحيد والإيمان وإذا به ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان واستنكر هذا الفعل فأرد أن يدعوهم إلى الله عز وجل وأول من بدأ به أبوه أقرب الناس إليه دخل إليه يدعوه إلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام وهو فتى يدعو قومه إلى الله جل وعلا أول من بدأ به أباه دعاه إلى الله جل وعلا بأحسن أسلوب فالأنبياء أرحم الناس بالناس أرحم الخلق بالخلق أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام جاءه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا انظر الأسلوب الذي بدأ به إبراهيم ينادي أباه المشرك الكافر الذي كان يأمر إبراهيم بالسجود للصنم يرد عليه إبراهيم فيقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يستمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه وأبوه يصده بل أبوه كان يأمره بعبادة هذه الأصنام فيرد عليه إبراهيم صحيح أنني صغير صحيح أنني أصار منك سنا فأنت أبي وأنا ابنك لكنني قد أوتيت من العلم أكثر منك يا أبي يا أبتي إني قد جاءني وكل خطاب يبدأه يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا مع أنه مشرك لكن الأسلوب رحمة لين رفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه ثم الصمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه إلى الله جل وعلا يا أبتي لا تعبد الشيطان لأنك لو عبدت الأصنام فإنك تعبد الشيطان هو الذي يأمرك بعبادة الأصنام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك انظر الأسلوب أنا خائف عليك يا أبي القضية ليست فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضية ليست لأبين لك الحق من الباطل لا القضية خاف عليك يا أبي وإن كنت مشركا لكنني أرفق بك وأرحمك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وديا رد أبوه على هذا الفتى الذي يدعو إلى الله بكل قسوة انظروا كيف رد عليه قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك سوف أرميك بالحجارة حتى الموت ثم طرده قال وهجرني لا أريد أن أراك في بيتي خرج إبراهيم وهو يقول لأبيه قال سلام عليك يسبه ويشتمه ويهدده وهو مشرك ويرد إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سوف أدعو الله عز وجل لك وأستغفر الله عز وجل لك ما لم ينهان الله عز وجل عن هذا هذه دعوة إبراهيم لأبيه وهذا هو أسلوبه مع أبيه وإن كان كافرا أو مشركا كان إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يخرج إلى قومه فيراهم يعبدون أصناما وتماثيل فكان يستنكر عليهم هذه العبادة وفي يوم من الأيام قال لهم بكل جرأة وشجاعة قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كانوا يجلسون عند هذه التماثيل يعبدونها كأنها خلقتهم كأنها تنفعهم أو تضرهم فكان وهو فتى صغير عاقل أعطاه الله عز وجل الحكمة وأته رشدة كان يقول لهم ما هذه التماثيل فردوا عليه بكل جهل وسفاها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فإذا به ينكر عليهم قال أنتم وآباؤكم في ضلال المبين لستم أنتم فقط بل حتى آباؤكم كانوا في ضلال المبين كيف يجرؤ شاب صغير يكلم قومه بهذا الكلام فردوا على إبراهيم الخليل قالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين تلعب معنا يا إبراهيم أهد لعب أهد استهزاء على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا إياك نحذرك يا إبراهيم أن تلعب وتخوض في مثل هذا فرد عليهم بكل جرأة وبكل قوة قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين أين كبار القوم؟ أين العقلاء؟ شاب صغير يقول لهم هذا الكلام ثم هدد أصنامهم وتالله يقسم وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ما إن تغادر يوما من الأيام إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما يهدد من يهدد؟ آلهتهم فتى صغير بهذه الشجاعة وبهذه القوة لما؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول لأكيدن لأصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ما توقعوا أن يفعلها؟ ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل؟ فإذا بهم يخرجون ليوم الزينة جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام إلى ساحة التماثيل فوجد عندها الذبائح اللحوم الطعام الشراب كل أنواع القرابين فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم قال ما لكم؟ ما لكم لا تأكلون؟ أفلا تأكلون؟ كلوا من هذا الطعام كلوا من هذه التبائح كلوا من هذه الفواكه كلوا أنتم آلهة؟ أنتم معبودون؟ لماذا لا تأكلون هذا الطعام؟ حتى هذا الطعام لا تستطيعون أكله؟ وإبراهيم الخليل يعلم أنهم لا يستطيعون ما لكم لا تنطقون؟ ردوا علي أجيبوني فذهب إبراهيم الخليل من حقده على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل فجاء بقدوم مثل الفاس جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها تكلموا انتقوا كلوا من هذا الطعام فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام وهو فتى صغير يكسر ماذا يكسر؟ آلهة القوم يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم أي قوة؟ أي جرأ من إبراهيم عليه السلام وهو فتى أخذ يضرب ويضرب ويضرب فتت الأصنام كلها إلا صنما فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره انظروا لعقله انظروا لحكمته حتى يحاج قومه وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها جعلها كالتراب فإذا بالقوم يرجعون فارحين مستبشرين ليروا أمرا غريبا ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم أول ما ذهبوا إلى أصنامهم إلى آلهتهم وكانوا في كل مرة الطعام يختفي ربما تأكله الشياطين وتأخذها فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا أخذوا يصيحون أخذوا يبكون أخذوا يصرخون فإذا بهم ينادون في القوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين انظروا للجهل والغباء والسفاها إله يهدم إله يفتت إله يصير ترابا وتسألون من فعل هذا بآلهتكم إذن هو أقوى منهم إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام لو كان هناك لكم عقل لكن حتى العقل فطرته فسدت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين من العدو الذي جاءنا أإله آخر ما الذي حصل فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فذهبوا إلى إبراهيم الخليل فتى صغير فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا والكل حانق والكل غاضب والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة تخيلوا هذه المحكمة قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لتعقد المحاكمة وليؤتر بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل أي فعل إنه تهديم هذه الأصنام فجاء الناس جميعا تجمعوا على من على إبراهيم وهو فتى صغير منهم أبوه منهم أهله وأقرباؤه لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا لست أنا بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير هذا الكبير الذي بيده المعول فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق اسألوهم من الذي فعل هذا بهم فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض قالوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ وأن هذه الآلهة ليست بآلهة إنكم أنتم الظالمون فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فإذا بهم ينكشفون ويفضحون فإذا بقائلهم يقول حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يحرق هذا الفتى ولما؟ لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا يحرقوا لأنه ذكرهم بالله وحاجهم بمنطقه وعقله وأدلته لكن القوم لا يعقلون ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عن دعوته إلا بالحرق بالنار قالوا حرقوه لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار فذهب الناس كل منهم يجمعوا حطبا جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيما بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطير إذا مرت فوق النار سقط من شدة حرها أي نار هذا؟ أي جحيم هذا؟ نار عظيمة صارت جحيما يريدون أن يحرقوا بها إبراهيم الخليل تجمع الناس في ذلك اليوم منهم أبوه منهم أمه ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل فتى صغير أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا لم يستطيعوا إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة ما استطاعوا الاقتراب منها فربطوا إبراهيم الخليل في منجنيق هذا المنجنيق الذي ترمى منه القذائف ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى سينتهي كل شيء جاءه جبريل عليه السلام قال له وجبريل بطرف جناح قلب قرية جبريل بصيحة ضمر أمه جبريل سيد الملائكة قال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة تريدني أن أساعدك فنظر إليه وقلبه متعلق بالله قال يا جبريل أما إليك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل بدأ إبراهيم الخليل يستعين بالله ويدعو الله جل وعلا والقوم يشهدون حرق إبراهيم الذي ربط ووثق بحبال ليمعنوا في قتله وإحراقه والكل يشهد فإذا به يرمى في النار رمي الخليل في النار نعم وأي نار نار عظيمة أسقط إبراهيم الخليل فيها فإذا بربنا عز وجل يقول قلن يا نار والنار مخلوقة لله عز وجل قلن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد لكن الله قال وسلاما ولو توقفت الآية هنا لصارت كل نار الدنيا بردا وسلاما لكن الله قال على إبراهيم أي فقط على إبراهيم قام الناس كلهم يشهدون كيف يحترق هذا الفتى فإذا به لم يحترق منه إلا شيء واحد الحبل الذي يبثق به فقام إبراهيم وكبر وسجد لله عز وجل شكر لله والناس ينظرون أبوه منهم أمه منهم الكل متعجب أما أبوه كان مشركا قال من قلبه نعم الرب ربك يا إبراهيم إنه أبوه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم أما أمه فنادت ابنها وهو في النار يصلي ويسجد لله عز وجل قالت له يا بني اسأل ربك أن أدخل إليك فدع الله عز وجل فدخلت إليه في النار والناس يشهدون والناس ينظرون خرج إبراهيم من النار والناس خائفة قيل ضل في النار أياما قيل ضل في النار ساعات الله أعلم كم لبت في النار لكنه بعد أن خرج لم يقترب الناس منه النار لم تحرق أي رجل هذا هل آمنوا بعد هذا الكلام لم يؤمن به إلا ابن أخيه واسمه لوط إلى الآن وزوجته صارة هذان اللذان فقط آمنوا به أما بقية القوم كفروا به مع أنهم رأوا هذه الآية البينة ناداه الملك واسمه النمرود ناداه هذا الملك الظالم نادى إبراهيم الخليل عليه السلام لما سمع بالخبر قال أتوني به فلما جئ بإبراهيم وكان فتى صغيرا شابا قال له يا إبراهيم سمحت أنك فعلت كذا وكذا أتزعم أن لك رب قال نعم ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء ربي الله الذي يحي ويميت فرد الملك من النمرود إنه ملك من الملوك ظالم طاغية أتاه الله عز وجل الملك رد بكل سفاهة ووقاحة قال أنا أحي وأميت القضية إحياء وموت سهلة فنادى رجلا بالسجن فقال لجنوده أقتلوه فقتلوه أرأيت أمدته ونادى رجلا سوف يعدم قال له أطلقتك وتركتك حرا قال أرأيت أحييته أحييت هذا وأمدت ذاك إنه الجهل إنه السفاهة إنها قمة الجنون أي عقل هذا يتكلم به هذا الرجل أي عقل هذا يتكلم به هذا الملك النمرود والفتى يرد عليه بكل عقل وبينة ودليل علم إبراهيم الخليل أن هذا الرجل يريد الجدال لأجل الجدال فقط هذا لا يعقل فطلب منه أمرا آخر وأخبره بشيء جديد هذا الشيء الجديد لا يستطيع أن يفعله وهذا من تمام عقل إبراهيم قال أرأيت إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب في المغرب هذا فعل الله عز وجل ما رأيك أن تأتي بالشمس من المغرب يوما فبهت الملك بهت الناس وهم يرون هذه الآيات البينات لم يستطيعوا فعل شيء لكنهم مع هذا لم يستجيبوا لإبراهيم مكروا به فقرر إبراهيم مع ابن أخيه لوط وزوجته سارة أن يخرجوا لله عز وجل ويهاجروا ويبلغ دين الله جل وعلا أين هاجر إبراهيم؟ أين ذهب؟ ماذا صناع؟ ماذا حدث لإبراهيم؟ وهل رزقه الله عز وجل أولادا؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة كونوا معنا أستودعكم الله لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر